بسم الله الرحمن الرحيم معكم الدكتور عبدالله شديفات من كلية الآداب الجامعة الأردنية في مدينة إربد في عام 1899 ولد الشاعر مصطفى وهب التل شاعر الأردن الكبير المشهور بعرار نشأ عرار في بيت ذي مكانة اجتماعية بارزة في أسرة ممتدة تضم الجد وزوجاته والوالد والوالدة مما جعل العلاقة بين عرار وجده قوية حيث كان يستحبه إلى المراعي والحقول فبقيت مشاهد الطبيعة في إربد محفورة في ذاكرته وعبر عنها منذ بدأ يكتب الشعر تلقى عرار تعليمه الأساسي في مدينة إربد ثم انتقل إلى دمشق في عام 1912 وواصل تعليمه في مدرسة عنبر في دمشق وفي هذه المرحلة شارك عرار في الحراكات السياسية التي كانت تقاوم الأتراك وبسبب هذا لم يكمل دراسته فيها وبسبب ذلك نفي إلى بيروت ثم إلى حلب فأكمل دراسته الثانوية فيها في عام 1920 وتعلم اللغة التركية والفارسية والفرنسية ودرس عرار القانون في بيروت في أواخر العشرينيات واجتاز فحص وزارة العدلية ليحصل على إجازة في المحامات وكان الحنين والشوق يرده ليعود إلى مدينة إربد فقال عرار قالوا تدمشق قولوا ما يزال على علاته إربدي اللون حوراني بعد ذلك ابتدأ عرار حياته العملية عمل عرار في الكثير من الوظائف على امتداد الأردن فعمل معلما في مدارس إربد والكرك وحاكما إداريا في الصلط ووادي السير والزرقاء والشوبك ثم عمل في سلك القضاء والمحامات عاش عرار ثائرا قلقا مسرفا على نفسه لا يعرف الاعتدالة ولا يطيق الاستقرار عرار لم يكن شاعرا تقليديا ولا إنسانا عاديا فلم يستسلم لرتابة الحياة ولم يلتزم لروتين الوظيفة العامة ولم يستسلم لمتطلبات الحياة اليومية واحتياجاتها فقد كان متمردا متفردا متصالحا مع ذاته تعرض عرار للسجن والنفي من حين إلى آخر لمخالفته الحكومة في السياسة وغيرها فيقول عرار فمن سجن إلى منفى ومن منفى إلى غربة ومن كر إلى فر ومن بلوى إلى رهبة فبي من كل معركة أثرت عجاجها ندبة لعرار ديوان شعري كبير بعنوان عشيات وادي اليابس صغى عرار تجربته السياسية والوطنية شعرا يحاكي الواقع ويعبر عما يعانيه الشعب العربي عامة والأردني خاصة وعما يعانيه هو بالذات طرق عرار في شعره جل الأغراض الشعرية وانحاز إلى الحب والحرية والوطن والأمة فتلمس هموم الأردنيين وآمالهم بعاطفة صادقة فعندما تقرأ شعره ترى قسمات الحياة الأردنية بعين شاعر مرهف الإحساس فكان قريبا من عامة الناس يوظف عرار التعابير العامي القريب من الناس في شعره في مواضع تكسب هذه التعابير قيمة جمالية فريدة كان عرار يعمد إلى الصور البسيطة يشكلها أسلوبه العراري المنتزع من طبيعته المتواضعة وألفاظه الشعبية الدارجة وكان قادرا على اكتشاف الوجه الشعري الجمالي والوجه الفني في العبارات والألفاظ الشعبية والأمثال التراثية الأردنية ويمكن أن نجد علاقة مزاوجة بين موقف عرار من الإنسان البسيط وموقفه من العبارات الشعبية الدارجة فكانت هناك علاقة بين انحيازه لعامة الناس وبين استخدامه للألفاظ والتعابير الدارجة في العامية ارتباط عرار بالوطن سمة جلية في شعره يتمثل ذلك في التغني بالمدن والبلدات والقرى الأردنية فإن شعر عرار هو شعر المكان الأردني بكل تجلياته شعر الحياة اليومية فوثق المكان الأردني والإنسان الأردني ويمتج حبه للأردن بالغزل فيقول قسما بماحصة والفحصة وبالطفيلة والثنية لو لاك ما خفق الفؤاد ولا تململ يا صبية كان عرار يرى الأردن جنته المرتجات إذ قال يقول عبود جنات النعيم على أبوابها حارس يدعوه رضوانا من ماء رحوب لم يشرب وليس له ربع بجلعادة أو حي بشيحانا ولا تفيأ في عجلون وارفة ولا حدا بهضاب الصلط قطعانا ولا بوادي الشتاء شاقته جؤذرة ولا رعى بسهول الحصن غزلانا ولا تأردنه يوما بمحتمل ولا تقديسه الأردن إمكانا إن كان يا شيخ هذا شأن جنتكم فابعد بها إنها ليست بمرمانا وقل معي بلسان غير ذي عوج لا كنت يا جنة الفردوس مأوانا كان شعر عرار يمثل ثورة على الاضطهاد والظلم لا فرق إن أتى من الحكومة أو من معتمدي الانتداب البريطاني أو من المرابين والتجار ومن قصائده في هذا المقام والتي قالها حين كان يعمل مأمور إجراء عمان ردا على شكوى المرابين إياه إلى الوزير حيث أبدى عرار استعدادا لترك وظيفته طواعية منعا لإلحاق الأذى والظلم بالفئة المسحوقة من أبناء جلدته فيقول قولوا لعبود علّى القول يشفيني إن المرابين إخوان الشياطين وأنهم لا أعز الله طغمتهم قد أطلعوا رغم تنديدي بهم ديني مواقف عرار تعدت البعد الشخصي الذاتي إلى أبعاد وطنية وقومية وإنسانية كان عرار يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الوطنية وكان صاحب بصيرة ثاقبة يقرأ فيها الأحداث المستقبلية ويحذر من عواقبها فبعد وعد بلفور المشؤوم ناجع عرار ربه قائلا يرب إن بلفور أنفذ وعده كم مسلم يبقى وكم نصراني وكيان مسجد قرية من ذا الذي يبقي عليه إذا أزيل كياني وكنيسة العذراء أين مكانها سيكون إن بعث اليهود مكاني وفي أحد اللقاءات بمناسبة زيارة فرقة كشافة طول كرم إلى مدينة إربد إبان عهد الانتداب البريطاني وقف عرار وألقى خطابا قوميا ومما قاله إني أرى سبب الفناء وإنما سبب الفناء قطيعة الأرحام فدعوا مقال القائلين جهالة هذا عراقي وذاك شآمي وتداركوا بأبي وأمي أنتم أرحامكم برواجع الأحلام فبلادكم بلدي وبعض مصابكم همي وبعض همومكم آلامي ومن ريادات عرار تجربته الشعرية مع قصيدة التفعيلة في وقت مبكر فكان له السبق في التمهيد لقصيدة التفعيلة الشعر الحر الحديث إذ يعد أول من كتب القصيدة الحديثة فكتب قصيدتين متى ويا حلوة النظرة في عام 1942 أي قبل الشاعر العراقي بدر شاكر السياب بخمس سنوات لكن هاتين القصيدتين ظلت حبيسة أوراقه ولم تنشر إلا في وقت متأخر ولعرار ريادة أخرى تتمثل في أنه من أوائل من ترجم رباعيات الخيام من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية دفن عرار في تل إربد حسب وصيته في عام 1949 حيث قال يا أردنيات إن أوديت مغتربا فانسجنها بأبي أنتن أكفاني وقلنا للصحب وارو بعض أعظمه في تل إربد أو في سفح شيحاني قالوا قضى ومضى وهبي لطيته تغمدت روحه رحمات رحماني عسى وعل به يوما مكحلة تمر تتلو عليه حزب قرآني نقلت رفاة عرار في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي ليدفن في البيت الذي ولد فيه في مدينة إربد وليصبح هذا البيت متحفا ثقافيا يساهم في خدمة المسيرة الشعرية والأدبية الأردنية في شمال الأردن يأمه الكثير من الزوار ويحوي بيت عرار العديد من الكتب التي ألفت عن عرار وشعره ومراحل نضاله القومي والوطني ويضم البيت معرضا للصور وأرشيفا يسجل تفاصيل حياة عرار ويقام في البيت العديد من الأنشطة والأمسيات الأدبية والثقافية ليبقى هذا البيت منارة ثقافية أردنية وعربية بهذا نكون تحدثنا عن أبرز شعراء الأردن عرار مصطفى وهبي التل تحدثنا بوماضات بسيطة عن شعره وحياته شكرا لاستماعكم